موسيقى يعطيكم العافية انا الدكتورة نسرينليا عاقبة اخصائية طب وجراحة العيون اليوم رح نحكي عن تمزق شبكية العين وعلاجها تعتبر انفصال شبكية العين من المشاكل الطارئة بالعيون بحيث بنفصل عندنا جزء من الانسجة في الشبكية عن مكانها الاصلي وبالتالي بتنفصل عن الاوعية الدموية الخاصة فيها واللي بتغذيها فكلما زادت فترة الانفصال بدون علاج زادت احتمالية فقدان النظر بشكل دائم العلامات اللي بتدل على وجود انفصال للشبكية بيجي المريد بشكي من وجود دبابة طائرة او بقع في مجال الرؤية بشكي من وجود ومضات من الضوء تدني في حدة الرؤية او وجود ستار يغطي امام العين العلاج بيكون بشكل عام بين خلال اجراء عملية جراحية تسمى قص السائل الزجاجي او البرسبلانا فيتريكتومي من خلالها منعيد الشبكية لمكانها وبالنهاية اما منحقن هواء او غاز او زيت سيليكون لابقاء الشبكية في مكانها ولكن في بعض الاجراءات والعمليات الاخرى منها تثبيت الشبكية عن طريق التبريد يسمى بالكريو بيكسي تثبيت الشبكية بالهواء نومتا كريتينو بيكسي من خلال وضع فقاعة من الهواء داخل الشبكية حيث تضغط على مكان الانفصال او علاج الانفصال عن طريق وضع احزمة من السيليكون او مواد اخرى حول العين تسمى بالسكلير البوكل وتعتمد هاي الاجراءات حسب مكان الانفصال ودرجته وشكرا لكم بتمنى لكم الصحة والسلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة